جاء يسوع المسيح إلى بستان جتسيماني أو يسمى بستان الصراع، بستان النزاع، بستان الجهاد كان يصلي ويجاهد وكيف ولا فبعد قليل سوف يحمل كل خطايا البشرية ماضي حاضر ومستقبل أيضا فكان لازم يقضي هذه الساعات الأخيرة لأنه كان تحت ضغط نفسي كبير وأيضا محاربة شيطانية ضده إلى آخر اللحظات حتى يثني عزمه وعزيمته عن القيام بموضوع الصلب فإذن في بستان جتسيماني كان يصلي نرى عدة أمور نرى أمانة يسوع أمانة يسوع نراها قد أتت الساعة مثل ما ذكرت أنه اتكررت وفي البستان قال ساعتكم قد أتت ساعة الظلمة ضلوا المسيح ماشي على برنامج إلهي وكان أمين جدا لتتميم المشيئة الإلهية لتتميم برنامج الله رغم يعني كان يمر في ظروف صعبة جدا جدا شيء تاني منشوف مش بس أمانة يسوع منشوف خضوع المسيح المسيح كان دايما خاضع لمشيئة الله قال يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أن أفعل مشيئتك سررت وطبعا كان مدرك كل الإدراك هذه الساعة حتى قال قد أتت الساعة خرج من عند الآب أو جاء من عند الآب ورح يرجع سيذهب عند الآب أيضا وهو عالم بكل شيء فمنشوف أنه كان خاضع لمشيئة الرب في البستان أحبائي كان يسوع بصارع كان يسوع بجاهد يسمى بستان النزاع عم بعاني عم بقاس في ألام نفسية مبرحة إلى درجة قال يسوع نفسي حزينة حتى الموت فكان يصلي إلى الله حتى أنه يضل قوي ما يموت يعني تحت هذا الضغط النفس العميق وهو يصلي وينازع ويصارع نزل العرق قطرات دم دايماً بيسألوني الناس إيه أحب مكان إليك في القدس أحب مكان إيه لي شخصياً أنا بستان جتسماني لما بدخل داخل الكنيسة وبركع وببتدي أتأمل كيف المسيح كان يصارع كيف كان يجاهد وكيف الأوعية الدموية ظاهر أنه تفجرت وصارت العرق صار ينزل دم على الصخرة فإذن كان في البستان يصارع شيء آخر في البستان يعني شيء صعب جداً أنه التلاميذ التلاميذ كانوا نايمين وأيقظ التلاميذ ألم تقدروا واحد من الصرخات اللي بتخلي الإنسان فعلاً يشعر بخجل ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة ولو ساعة واحدة اسهروا لألا تدخلوا في تجربة ولكن المسيح انتصر أحبائي انتصر على كل التجارب في هذا البستان وطبعاً أيقظ التلاميذ لأنه خلص عارف أن يهوذة جاي جاء يهوذة الإسخريوطي يهوذة طبعاً تلميذ المسيح لمدة ثلاث سنوات شاف المسيح عش مع المسيح شاف معجزات المسيح سمع تعليم المسيح أدرك كمال المسيح بل الأخطر والأصعب رأى وجه يسوع المسيح فكيف لإنسان يرى وجه يسوع ويقدر أن يخون يسوع تعرف حبائي أنه أبشع جريمة في التاريخ أبشع من جريمة قيافة وحنان وبيلاتوس اللي صلبوا هي جريمة يهوذة الإسخريوطي تلميذ الرب يسوع المسيح أبشع من جريمة أخي توفل في العهد القديم اللي خان صديقه داود الملك أبشع من جريمة بروتوس اللي مع السيناتورس في روما اغتالوا الإمبراطور يوليوس قيصر لكن جريمة يهوذة تعتبر أبشع جريمة في التاريخ والأصعب من هذا أنه جاء يهوذة وباع سيده بثمن باخس يعني 30 من الفضة ثمن عبد في العهد القديم فإذا جاء مع الرؤساء وجاء مع كهنة وجاء مع حرس الهيكل وجيش روماني جمهور كبير وكانت العلامة القبلة أنه يقبل يسوع المسيح فالقبلة هي علامة الأمان الضمان علامة الأمان علامة السلام والقبلة عادة بين العائلة أو الأشخاص الأقرباء ولكن استخدم القبلة المقدسة لخيانة رب المجد لخيانة يسوع المسيح لهذا السبب قال يسوع أنه جريمة يهوذة صعب أنه الواحد يتصورها وعندما أدرك يهوذة براءة يسوع المسيح رمى الفضة واشتروا حق الدم يعني موجود في أسفل الوادي بين وادي هنم ووادي قدرون وهناك شنق نفسه وانتحر أبشع جريمة في التاريخ ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر